اصبحت القضية ايمي كوني باريت التي اثار ترشيحها لشغل المقعد الشاغر بالمحكمة العليا جدلا سياسيا قاب قوسين او ادنى لدخولها اعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة حيث اقارت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الامريكي بعد جالسات استماعا بشأن ترشيحها تقديم ترشيح باريت الى كامل اعضاء مجلس الشيوخ لاتخاذ القرار النهائي وفي ظل انقسام حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين على تعيينها قاطع الديمقراطيون باللجنة القضائية التصويت على تعيين القضية باريت بالمحكمة العليا حيث قال محللون ان الديمقراطيين يخشون من ان يؤدي تعيونها الى اعطاء افضلية للجمهوريين في القضايا السياسية الحساسة التي تصل الى المحكمة باريت التي تلقت وابلا من الاسئلة في جلسات استماع مجلس الشيوخ رشحها الرئيس دونالد ترامب لشغل المنصب الشاغر بالمحكمة العليا حيث يحاول ترامب من خلال هذه القضية بسط نفوذه على المحكمة قبل موعد الانتخابات المقررة في الثالث من الشهر القادم حيث سيكون افضلية للجمهوريين في المحكمة العليا التي تتكون من تسعة قضاة بواقع خمسة اصوات مقابل اربعة اشتركوا في القناة